في هذه المنطقة شبه صحراوية تقيم مئات الأسر النازحة إنه مخيم الرباط في محافظة لحج هذا مشغل لنساء النازحات قادمات من مناطق عدة في الحديدة امتداداً لدفعة سابقة وضمن استراتيجية أشمل تحولت هذه المشاريع من فكرة إلى واقع وقد تكبر يوماً ما يقوم مركز الشوكان لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية بتنفيذ المرحلة الثانية بعد إقامة دورة أولى خلال العام الجاري ونعني من مشاكل لكننا الحمد لله قيناة هنا نفسنا هدان بالمشروع هذا ونحس براحة بدل بالتفكير في بلادنا والأوضاء التي صارت لنا الحمد لله الآن نمشي في دورة القياطة إن شاء الله للتقدم للأمام إن شاء الله ألمونة هذه الأشياء عشان تكون مهنة لنا ونستفيد منها عشان بحالة نحن نرجع لبلادنا نكون قد استفدنا خبره واستفدنا منه حاجات شملت هذه الدورات 97 مرأة نازحة وتم تدريبهن في مجال الخياطة والتطريز وصناعة الفخار والبخور وفن الكوافير مخرجات هذا المشغل الأولية ستنتقل من الحائط إلى السوق لدينا اليوم معادل 97 نازحة من مخيم الشوكان المخيم الرباط ولدينا أيضا ومن خارج المخيم وفي سبعة برامج تدريبية يبدأ في الخياطة والتطريز والنقش على الملابس وصناعة البخور وصناعة العطور أيضا يدخل في موضوع صناعة الفخار صناعة أيضا الأغذية من العشار العدني وغيره نطمح إن شاء الله أن كل واحدة من هنا أن تخرج يفتح بيت وتعين نفسها وتعين أسرتها علما بأننا بحمد الله تعالى في الدفع السابقة رأينا بنات بدأنا يحصدنا من مشاريعنا الخاصة الإمكانات بسيطة فالظروف المكانية التي توفرت لمشغل الخياطة لم تتوفر حتى لمعمل الأشغال اليدوية وصناعة الفخار فهذه الغرفة لا تحتوي على سطح لكنها قادرة على أن تضل عشرات الأسر من الفقر والحاجة المرأة هنا أثبتت أن النزوح ليس عائقا فمن هذا المكان النائح حاولت قهر الظروف والتغلب على كل العوائق وحين تنتهي الحرب ستكون هذه الأسر قد تعلمت كيفية الخلاص من الفقر وصناعة النور من قلب الظلام